نريد أن يكون هناك وصول للمساعدات الإنسانية ونقشنا التطورات الأخيرة ومحادثات إطلاق صراح الرهائن ووقف إطلاق النار وذلك من أجل تخليف معاناة المدنيين كذلك نقشت التطورات في المنطقة مع نظيري وركزنا على أهمية منع توسع النزاع ومنذ اليوم الأول الجهود القطرية عملت مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة من أجل خفض التصعيد والاهتمام بالقضايا الإنسانية والمساعدة على إطلاق صراح الرهائن وتقديم المساعدات إلى الآن تم إجلاء 280 مريضا إلى الدوحة وقدمنا المساعدات الإنسانية بما في ذلك مساعدات غدائية وغيرها لدعم الأشقاء الفلسطينيين نحن التقينا مرات عدة أنا وصديقي بلينكين منذ السابع من أكتوبر وقلنا منذ اليوم الأول إن هناك أهمية ملحة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ووقف توسع النزاع لكن للأسف الشديد وبالرغم من الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من النزاع الحرب في غزة ما تزال متواصلة وأكثر من 22 ألف فلسطيني قتلوا والعشرات عشرات الألاف من الفلسطينيين جرحوا وزاد عدد الضحايا نحن نرى تلك المشاهد الكاريتية للنساء والأطفال والضمار الموجود في غزة وهذا اختبار كبير لإنسانيتنا وعلينا أن نتعود على مشاهدة هذه المشاهد لاستهداف المدارس والمستشفيات والناس يفرون من منازلهم ويقتلون وهم في طريقهم إلى أماكن أخرى هذا النزوح والتهجير قد يؤدي إلى نكبة فلسطينية أخرى ولذلك علينا أن ندينا كل من يدعو إلى تهجير الفلسطينيين وهذا أمر محزن العنف يتزايد ونحن نعتقد أنه علينا أن نقف هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وأن نصل إلى وقف لإطلاق النار وأن نحقق خفضا للتصعيد ويجب أن نجد حلا للسلام في المنطقة لكن التركيز الآن هو على وقف القتال ونريد التركيز على أن تكون غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية تحت قيادة تمثل الفلسطينيين لن يكون هناك سلام في المنطقة دون حل مستدام قائم على الشرعية الدولية سيد الوزير نحن نثمن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المشاورات المتواصلة وأشكركم على هذا الدعم المستمر وعلى الجهود المشتركة التي تركز على تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ونحن دائما نتطلع لتلعب أمريكا دورا لوقف حد لهذا النزاع ولنصل إلى حل مستدام يقدم للفلسطينيين دولة مستقلة ونتطلع كذلك إلى مشاورات إضافية حول كل القضايا المختلفة وأن نعمل معا بشكل ودي ومع كل الدول الصديقة من أجل تعزيز علاقتنا الثنائية في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية شكرا شكرا جزيلا سيد رئيس الوزراء شكرا جزيلا على الاجتماع الذي أجريناه اليوم وأشكركم على العمل الذي بدلناه منذ البداية منذ السابع من أكتوبر بعد ذلك الهجب المريع على إسرائيل من المحزن أنه مر نحو ثلاثة أشهر وهذه الأزمة تستمر في المنطقة هذا النزاع يتسبب في اضطراب ومعاناة أكثر ومنذ اليوم الأول قلنا إن هناك أولويات متعددة وأبرز أولوية هي منع توسع النزاع في هذه الزيارة الرابعة لي إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر أكدت مع كل من التقيتهم أمس مع رئيس أردوغان وميتسو تاكيس واليوم مع الملك الأردني وكذلك مع رئيس الوزراء القطري أنه يجب أن نمنع توسع النزاع ويجب أن نستخدم العلاقات والنفوذ والروابط التي لدينا مع مختلف الأطراف في المنطقة من أجل تفادي التصعيد ومنع توسع النزاع الأمر لا يتعلق بطلق إقليمي وإنما أبعد من ذلك وخصوصا بعد هجمات الحوثيين على حرية الملاحة في مكان مهم جدا ومن أكثر المواقع البحرية أزدحاما هذا سيؤثر على المواطنين الشاحنة والمصالح التجارية لأكثر من أربعين دولة هناك إدرار بعشرين في المائة من نشاط الشحنة الذي يمر من هذه المنطقة هناك ألاف من السفون التجارية التي تمر من هناك هذا يعني أن النفقات تتزايد بسبب الطرق البديلة الأطوال وهذا سيعني زيادة أسعار الأدوية والأغذية والوقود وغير ذلك وهذه الهجمات من الحوثيين تدر بكل دول في العالم وكذلك تدر باليمنيين وتدر بسكان غزة ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت عملية حماية البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة هناك كذلك هناك عشرات من الدول قالت إن الحوثيين سيحملون المسؤولي عن أي هجمات مستقبلية ومن بين جهودنا الأساسية ردع ما يحدث وكذلك ضمان التجارة وحرية الملاحة وأن نحقق الردع في اليومين الماضيين نقشنا أهمية حماية المدنيين في غزة وأن نقدم المساعدات الإنسانية أكثر وأن نعمل على إطلاق الصراحي الرهائن ليعدوا إلى أحبابهم كذلك نريد أن نقول إن هناك رهائن أمريكيين نريد أن نقوم بما يلزم من أجل إطلاق صراحهم ونريد أن نعبر عن امتناننا لكل الجهود التي قمتم بها والتي قام بها أمير القطر من أجل أن يتواصل ذلك الجهد من أجل إطلاق صراحي الرهائن نريد أن يعود الرهائن إلى أقاربهم وأحبابهم أعيدكم بأن أمريكا ستواصل العمل بجهد جهيد لإرجاع الرهائن إلى أحبابهم وأقاربهم الآن نحن حققنا بعد التقدم على مستوى إصال المساعدات إلى غزة بما في ذلك عبر معبر كرام أبو سالم وبطبيعة الحال إصال المساعدات لا يجب أن يختصر على الرفح وإنما معابر أخرى وهناك الكثيرون يعانون بسبب خصاص الأدوية والأغذية والماء وباقي الضرورات الأطفال على وجه التحديد مازلنا نناقش مع إسرائيل ضرورة فعل كل ما يلزم من أجل سماحي بإيصال المساعدات إلى غزة وسأؤكد الأمر عندما ألتقي بنظير الإسرائيلي كذلك سنتحدث عن ضرورة تقليل الخسائر البشرية لأن هناك عددا كبيرا من المدنيين الفلسطينيين قتلوا مسبقا الأمم المتحدة تلعب دورا مهما في توزيع المساعدات على سكان غزة وبطبيعة الحال نحن نرحب بالتعيين الجديد للأمين العام الأمم المتحدة على مستوى تنسيق المساعدات الإغاثية وأنا عملت معها عن قرب ولاحظت مهنيتها ونزاهاتها وفعليتها ولديها دعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأتطلع أن تحظى بتعاون كل دول المنطقة اليوم كان لدي الفرصة للالتقاء بمماثل الأمم المتحدة وأشكرهم على ما يفعلونه على تعريض حياتهم للخطر من أجل تقديم المساعدات لنساء ورجال فلسطينيين في غزة ونعرف أن هناك عملاً إغاثيين كثيراً يعملون في الأراضي الفلسطينية وأنا فخور بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المانحين لشعب الفلسطيني أنا كذلك تحدثت عن الظروف غزة حيث 90% يعانون بسبب انعدام الأمن الغدائي وهذا سيؤدي إلى درر لا يمكن ترميمها وغزة يجب أن يكون فيها تسليم آمن للمواد الغدائية بما في ذلك الشمال غزة والأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تقييم ما يجب فعله من أجل تمكين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم ويجب السماح لهم بذلك عندما تسنح الظروف ولا يجب إجبارهم على مغادرة غزة ونحن نطالب بأن يكون هناك تراجع عن تلك التصريحات المؤججة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين ولا نريد أن تبقى حماس تحكم غزة وبطبيعة الحال نحن نركز على أهدافنا الآنية ولكن أيضاً الأهداف المؤجلة والمتمثلة في السلام المستدام الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هناك محادثات تفضي إلى أمن إسرائيل وإلى دولة مستقلة لفلسطين وأنا نقشت كذلك ما يمكن أن تفعله كل دولة من أجل أن البنية مستقبلاً آمناً وسلاماً مستداماً للمنطقة وفي هذه المحادثات التي أجريتها بما فيها هذه التي أجريها وأجريتها مع نظير القطري أن يكون هناك نقاشات وأن تتخذ قرارات صعبة وبطبيعة الحال كلنا نعرف أنه يجب علينا أن نعمل معاً هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام ولا يمكن أن ننتظر لأن أتطلع إلى مواصلة هذه النقاشات مع باقي النظراء في الأيام المقبلة شكراً إذن تابعنا مؤتمراً صحفياً مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حيث تحدث الأخير عن الرغبة في إيصال المساعدات وأنه تم نقاش التطورات في المنطقة وأن الجهود القطرية عملت مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد وقال علينا أن لا نتعود على مشاهد الدمار داخل قطاع غزة وإدانة كل من يدعو لعمليات التهجير للفلسطينيين العنف يتزايد ويجب وضع حد له ولا سلام دون حل جذري للقضية الفلسطينية ونتطلع لدول أمريكي أكبر لإنهاء هذا النزاع بمكن تحدث عن أسفه لاستمرار هذا النزاع لشهر رابع وأشار إلى تضرر نشاط الشحن البحري نتيجة تصرفات الحوثي جنوباً قال نعمل على إطلاق سراح الرهائن يوجد رهائن أمريكيين يجب الإشارة إلى ذلك ونشكر ونثمن كل الجهود القطرية لمواصلة إطلاق الرهائن ويجب العمل على العودة إلى التهديئة في القطاع